مستشفى دار السلام في زمن الحرب المرفق الصحي الوحيد للأمراض النفسية بمحافظة الحديدة حيث تأثر بالأضرار المباشرة وغير المباشرة للأوضاع التي تعيشها البلاد وبات نزلاؤه بعيدين تماما عن أي رعاية حكومية بل وغائبين عن أي تدخل للمنظمات الدولية التي تتحدث عن مليارات الدولارات يجري إنفاقها لمشاريع الإغاثة الطارئة في اليمن مساحات سكن وإيواء وصالات طعام خاوية من كل شيء وهو ما يجعل من نزلائه في شرود مستمر يتهددهم المجهول يتحدث القائمون على المستشفى عن نقص في الغذاء والدواء على مستوى كبير بما يهدد حياة العشرات من النزلاء والمقيمين في المستشفى الذين تسوء حالتهم يوما بعد آخر على نحو مؤسف لم تعود الحياة في مدينة الحديدة على هذا النحو الذي يمكن معه عقد الآمال للنجاة لكن وضع هؤلاء الذين فقدوا جزءا مهما من قدرتهم على الإدراك هو أشد صعوبة وألما وقد استحكمت الظروف الثقيلة ليس على الأجساد فقط بل والعقول أيضا